سلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم عليكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله شاهد الأسبوع الماضي متغيرات كثيرة على المستوى المحلي في اليمن وعلى المستوى الدولي هذه المتغيرات تدخل تحت بند الكوارثة الطبيعية والاقتصادية على المستوى المحلي في اليمن أغرقت الأمطار والسيول بعض المدن اليمنية وتسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات هذا على المستوى المحلي على المستوى الدولي إنهارت أسعار عقود النفط الأمريكي بطريقة خيالية غير مسبوقة في التاريخ وعقود النفط عموما ويأتي هذا الانهيار في ظل ركود عالمي ناتج عن أزمة كورونا ولا شك أن لهذا الركود وهذه الكوارث تبعات ونتائج سلبية على المجتمعات في الدول الفقيرة والمنكوبة بالحروب أصلا وفي مقدمتها اليمن هذه الحلقة ستتناول هذه الموضوعات من زاويتنا الخاصة التي نركز فيها عادة على الدلالات العميقة والبعيدة لهذه القضايا دلالات اجتماعية نفسية أخلاقية سياسية إلى آخرين وكونوا معنا يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الحكومة اليمنية عدن مدينة منكوبة جراء السيول التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة وقبلها رأينا السيول تغرق العاصمة الصنعة ومدينة مأربة الآهلتين بالسكان الكارثة أضافت لمعاناة اليمنيين بعدا جديدا هم في غناعا بالإضافة طبعا إلى البعد الكارثي للركود الاقتصادي العالمي الذي ربما يطول سيلحك الضرر بالمجتمعات الفقيرة لكن نسأل الله السلامة ونأمل الخير لعل الله يدبر من وراء ذلك ما فيه خير للمستضعفين لا ندري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إذن ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الموضوع ما يستحق التوقف في موضوع كارثة السيول والأمطار في برنامجنا تحديدا أمرا الأمر الأول علاقة الكارثة بمفهوم المنخفض الجوي وعلاقة المنخفض الجوي هذا بأزمة كورونا إذا وجدت هذه العلاقة الأمر الآخر الدلالات السياسية في الكارثة وهي الأهم هذه الأمطار الغزيرة كما يقول المختصون ناتجة عن منخفض جوي على جنوب شبه الجزيرة العربية أو على منطقة الشرق الأوسط عموما طيب ما هو هذا المنخفض الجوي؟ قالوا يحصل المنخفض الجوي عندما تتلك كتل هوائية مختلفة الحرارة باردة ودافئة ومختلفة الكثافة ومختلفة السرعة يعني مثلا تأتي هذه الكتلة الهوائية الباردة من الجهة القطبية للقر الأرضية واي الكتل الهوائية الدافئة من المنطقة المدارية الحرة تقوم الرياح بتحريك الكتل الباردة باتجاه الجنوب فتحاول الكتل الباردة السيطرة على الكتلة الدافئة في مركز الكتل الهوائية الدافئة يكون الضغط منخفض طبعا الضغط الجوي بيكون مختلف يعني من منطقة لمنطقة بيكون هنا منخفض بينما يكون مرتفع في الأطراف لما يكون في منطقة انخفاض جوي ونتيجة لهذا التلاكي بين الكتل الهوائية تنشأ غيوم كثيفة وتحت الأمطار غزيرة كانت تسبب كوارث طبيعية كما رأينا طيب ليش تكلمنا عن موضوع المنخفض الجوي هذا السؤال الذي يطرح نفسه هل لأزمة كورونا علاقة بهذا المنخفض هذا المنخفض الأخير هذا هو سبب اللي خلانا نتكلم في موضوع المنخفض الجوي هل لأزمة كورونا علاقة بهذا المنخفض بشدة هذا المنخفض على الأكل أنه كورونا تسبب في أزمة أزمة كورونا تسببت بتغيرات على المناخ على مستوى الكوكب أنا طبعا غير متخصص في هذا الشأن ولم أجد إجابة مباشرة لدى المتخصصين عن هذا السؤال هل هناك علاقة بين أزمة كورونا والمنخفض الجوي لكن هل ناكش الموضوع بمنطق العقل يعني يمكن بإمكاننا أن نتوقع وجود علاقة بين أزمة كورونا وحدوث المنخفض الجوي الأخير على المنطقة بهذه القوة لماذا؟ يعني فيه علماء مصريين قالوا أنه المنخفض الجوي كان يضرب المنطقة في السنوات الماضية لكن ليس بهذه الحدة ليس بهذه الشدة ومنطبيعي أنه نتساءل هل كورونا علاقة بعد في هذه المرة يعني لماذا أصبح شديدا هذه المرة؟ هل الأمر علاقة بتحسن المناخ الجوي؟ المناخ الجوي تحسن في الفترة الماضية نتيجة إغلاق المصانع وتوقف حركة السيارات والكطارات وجلوس الناس في البيت العوادم والغازات والثاركسيد الكربون قلب فتحسن يعني مستوى المناخ هناك تكرير علمي للنشيونال جيوغرافي يقول أنه ثقب الأوزون قد التأم كليلا وحتى ناسا تكلمت في الموضوع التأم كليلا في الأونة الأخيرة ثقب الأوزون هذا بسبب الاحترار في الكوكب يعني هذا الثقب اللي بيتوسع بسبب حرارة الكوكب هو ناشيونال جيوغرافي وكالة ناسا قالت أنه التأم الثقب في الفترة الأخيرة أو التأم كليلا وهذا يعني أنه حرارة الأرض كذا انخفضه كذا بمنطق العقل يعني مما يعني أن الكتل الهوائية الباردة ستصبح أقوى والمنخفض الجوي هو عبارة عن كتل باردة كما نقول كتل باردة تحاول السيطرة على الكتل الدافع في منطقة ضغط ضعيفة جزء كبير من الشرق الأوسط يقع ضمن المنطقة المدارية الحارة يعني كتل الهواء فيه الدافع وإذا استمر الوضع كما هو عليه الآن يعني فهذا يعني أن السنوات القادمة ستشهد تغيرات مناخية كبيرة وهذا هو المهم الذي ينبغي على الناس أن يدركوه في هذه المجتمعات الناس اللي عندهم بيوت على خطوط السيل والحكومات اللي يعني مفروض أن تكون مرتبة لهذا الوضع ويكون عندها ترتيبات خاصة إذا كان المناخ سيتغير تغير كبير وتغير نوعي في السنوات القادمة على المجتمعات والحكومات أن ترتب نفسها من الآن ما الذي يمكن أن تصنع في المستقبل الصنعاء كادت أن تغرق تماما لو لا وجود السيلة والسيلة هذه ممكن تتكدس فيها الأتربة أو تتكدس فيها القمامة في لحظة من اللحظات ويفيض الماء كما يفيض في السودان وفي الدول اللي على النهر النيل كان زمان قبل بناء سد النهض الأثيوبي فالمفروض الناس يرتبوا ووضاعهم من الآن وصاعدا لماذا ركزت على الربط بين المنخفض الجوي الذي تسبب بكارثة السيول عندنا في اليمن وبين أزمة كورونا؟ الحقيقة لدي هدف محدد من الربط بين الموضوعين هذا الهدف يمكن أن يلحظه متابع هذا البرنامج بوضوحة هو أني أحاول دائما الربط بين أفعال الإنسان وبين المتغيرات الطبيعية من حوله لدي اعتقاد بأن هذا العالم قد صممه الله بطريقة تفاعلية بحيث تتفاعل العناصر فيه مع بعضها سواء كانت عناصر مادية أو عناصر غير مادية فإن كان التفاعل إيجابي كانت النتائج إيجابية وإن كان التفاعل سلبي كانت النتائج سلبية أعمال الخير ونوايا الخير داخل الإنسان كانت تؤثر بطريقة ما على الطبيعة خارج الإنسان تأثير إيجابي هذه فرضية وأعمال الشر أو نوايا الشر داخل الإنسان أيضاً كانت تؤثر على الطبيعة بصورة سلبية علم الفيزياء النظرية يقدم لنا المعطيات الأساسية لهذا التصور هو اللي يخلينا نبني هذا البناء ونفترض هذه الفرضية علم الفيزياء النظرية يقول أن كل ما نشاهده كل ما نشاهده وما نشاهده من عناصر المادة في هذا العالم ليس سوى أشكال الطاقة أي أن العالم المادة هذه كلها من حولنا عبارة عن أشكال مختلفة مختلفة الكثافة للطاقة طاقة في حالة حركة وكلما تحركت هذه الطاقة فقدت جزءاً من ذاتها إلى الأبد هذا الفاقد يسموه في الفيزياء انتروبيا ما علنا من هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن العالم كله عبارة عن طاقة في حالة حركة بما فيها الأجساد وهذه الطاولات وكل شيء هذا الكلام معناه أن الإنسان عبارة عن كتلة من الطاقة تكثفت في شكل مادة ومعناه وهذا هو الأدق أو الأدل أن المشاعر والعواطف والنوايا الإنسانية هي أيضاً شكل من أشكال الطاقة ومن المنطقي والعلمي أن تؤثر الطاقة في بعضها بعضاً بشروط خاصة طبعاً لا نعلمها العلم لم يبد فيها إلى الآن وهنا يأتي السؤال الذي ليس له جواب علمي حتى الآن كيف يمكن أن تؤثر النوايا المختلفة للإنسان على الطبيعة من حوله؟ يعني هل ممكن للنوايا الحسنة مثلاً أن تستدعي المطر والخير وتؤثر بشكل إيجابي في الحياة من حولنا؟ النوايا فقط هل ممكن للنوايا السيئة في المقابل؟ أن تستدعي مثلاً حرائك الغابات والكوارث الطبيعية والمشاكل؟ أتحدث عن النوايا وأعمال القلوب الحسد، الضغينة، في مقابل المحبة، النوايا الخير عموماً أتحدث عن أعمال القلوب لا عن الأفعال الحسية المباشرة لأن تأثير الأفعال الحسية المباشرة على الطبيعة واضحة لا شك فيه لكن نتكلم عن النوايا والعواطف والمشاعر هل لها تأثير على الطبيعة من حولنا؟ هل ممكن الحسد مثلاً يؤثر في حياتنا؟ مثل ما بتأثر كما يقول العين يعني تترك أثر هذا كلام مش وقتها لا أنا سؤالي هو هل النوايا الداخلية سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ هل تؤثر بشكل ما على الطبيعة على الأشياء من حولنا؟ العلم كما قلت لم يقدم إيجابة كاملة ومباشرة حتى الآن لكن هناك ملاحظات علمية تخلينا نطرح هذه الفرضية خلينا نتصور إمكانيتها في سبعينيات الكرن الماضي أجرى العلماء تجربة طريفة عرضها المرحومة الدكتور مصطفى محمود في برنامج العلم والإيمان العلماء ربطوا موصلات موصلات كهربائية يعني بين دماغ الشخص وبين شجرة موجودة في الغرفة اللي هو موجود فيها وبينهم جهاز قياس لحركة الشجرة جهاز فيه مؤشر كذا يرسم مؤشر للحركة يعني حركة الشجرة وطلبوا من الشخص أن ينوي مرة فعل الشر ومرة ينوي فعل الخيق طبعا هو دماغه مرتبط بالشجرة أي نوايا الدماغ بيرسلها للشجر وهنا كانت المفاجأة لاحظوا أن الشجرة كانت تأثرت بنوايا الشخص عندما فكر في أفعال الخير كان المؤشر يتحرك بشكل عادي طبيعي هادئ وعندما فكر بطريقة شريرة تحرك المؤشر بالطراب بشكل مضطرب وهذا معناه أن الشجرة اضطربت لما الشخص الذي في الغرفة فكر يضبح قطة هكذا قالوا له فكر في شيء شرير ففكر في باقي داخل نفسه في أنه يضبح قطة مجرد ما فكر أنه يضبح القطة الشجرة النفسة الذي في الغرفة اضطربت مثل هذه التجارب كتكرب الصورة وتقدم إجابة مبدئية على سؤالنا السابق ومن ثم يمكننا أن نفهم لماذا يربط الدين أحيانا بين فعال الخير والشر وبين التغيرات الطبيعية من حوله يعني يقول مثلا في القرآن وأنه استقاموا على الطريقة لأسكيناهم مع أن غدق ما علاقة المطر مثلا هو الغيث تعديدا بأفعال القلوب هذا هو السؤال الذي أو الفرضية التي نحن نطرحها ونحاول أن نقدم لها إجابة على صعيد أزمة النفط والركود الاقتصادي في العالم نحتاج لمعرفة أسباب أزمة النفط الأمريكي من ناحية ومعرفة النتائج المتوقعة للركود أو الكساد لا قدر الله الذي يمكن أن يحدث في المستقبل الذي حدث في الأسبوع الماضي هو أن البرصات قد شاهدت أسوأ هبوط في التاريخ لأسعار النفط وصل سعر البرميلة الواحد في العرض لسالب دولار سالب 37 تحت يعني بلاش ويزيد يدفعو لك فوق مبلغ طبعا هذا ليس سعر البرميل في الواقع وإنما سعره في العقود عقود شهر مايو تحديدا مايو القادم والحديث عن عقود النفط الصخري الأمريكي تحديدا هذه اللي حصلت فيه الكارثة أكثر لا أحد يريد أن يشتري هذا النفط لأنه لأسباب سنذكرها بعد قليل لكن ماذا يعني أن يحدث هذا الانهيار؟ ماذا يعني؟ يعني أشياء كثيرة وخطيرة يعني أن العالم متجه لأزمة اقتصادية كبيرة ستضرب كل مفاصل الحياة في مختلف المجتمعات نحن اليوم في حالة ركود ممكن ندخل في حالة كساد لا قدر الله العالم العربي سيتجه إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ كرن كام إذا حصل الكساد وإذا استمرت أزمة النفط العالم العربي بما فيها الدول النفطية السعودية مثلا وهي أكبر اقتصاد عربي قد تجد نفسها أمام أكبر عجز في موازنتها منذ تأسيسها منذ تأسسة المملكة وكذلك بقية دول الخليج الأخرى لأن العالم العربي أمام أزمة مزدوجة أزمة تتعلق بالنفط والركود العالمي وأزمة تتعلق بفيروس كورونا الذي عطل عجلة الاقتصاد بشكل شبه كامل في المنطقة العربية وإذا دخلت دول الخليج في كساد كبير فهذا يعني بالضرورة أن ملايين العاملين من العرب في هذه الدول سوف يعودون إلى بلدانهم عندنا 2 مليون في السعودية 2 مليون يمني في السعودية كارثة لا يمكن تخيلها ستنشأ أزمة أخرى في عالمنا العربية هي أزمة البطالة الواسعة وإذا ما أضفنا ذلك إلى أزمة كورونا يعني سنكون أمام الحالكة كما يقولون فما بالك إذا اجتمعت هذه الكوارث في بلد مثل اليمن ابتلاه الله بأسوأ عصابة سياسية في التاريخ وأسوأ نخبة سياسية في العالم هو شريحة كبيرة من الذين لا يعكلون ولا يستجيبون شريحة تشبه شريحة بني إسرائيل كبل السبيل بابلي هذه الشريحة التي كان يعاكبها الله باستمرار هذه الشريحة موجودة عندنا في اليمن بكثرة وكانت فيما مضى من أنصار النظام السابق وأصبحت الآن من أنصار الحوثيين وأنصار المشاريع الفاشلة كلها يعني جزء كبير من اليمنيين في الداخل يعتمدون في بقائهم على عائدات المغتربين في الخارج أي مصيبة تحل بالجيران أو بالعالم عموما ستترك أثرها على المواطنة البسيط في كرية في اليمن أنا لا أريد أن أزيد الناس يأسا وأحباطا لأن اليأس كفر وأنا عندي كناعة بأن الله يخبئ لنا في بعض المسارات في المستقبل لكن بعد أن ندفع ضريبة أخطائنا الكبيرة والعميكة في الماضي عندنا أخطاء لابد من ندفع ضريبتها نحن شعوب أخطأت في حق نفسها وفي حق أبنائها وما زالت تخطئ حتى هذه اللحظة ولا تريد أن تعرف أنها أخطأت ولا تريد أن تعترف بأخطائها وهذا هو أسوأ ما في المشهد بالفعل أسوأ من الكوارث والأزمات هو إصرار الناس على تجاهل أسبابها وليس أمام كوانين الطبيعة إلا أن تقوم بواجبها وبعملها الطبيعي في تأديب هذه المجتمعات العنيدة الناقصة عن الحق لكن لماذا حدثت أزمة أسعار النفط هذه يا ترى؟ وما دلالاتها؟ يتحدث الخبراء عن ثلاثة أسباب وراء أزمة النفط الأخيرة السبب الأول هو حرب الأسعار التي نشبت بين السعودية وروسيا المتكوم حق السعودية يعني يقود البلد بشكل عشوائي وغبي في ظل ظروف دولية غير مواتية رفضت روسيا في البداية خفض إنتاجها من النفط كما كانت تطالب السعودية والدول أوبك فكان رد العلامة محمد بن سلمان رفع سكف إنتاج النفط إلى عدة ملايين البراميل فأغرق السوق بالنفط وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير بسبب الإغراق فسارعت الدول المستوردة للنفط المحتاجة للنفط وصارعت إلى شراء كميات كبيرة منه وملأت خزاناتها خلال شهر إبريل لأن العقود الماضية انتهت في شهر مارس ولما وصلوا إلى اتفاق حول خفض الإنتاج كان الأوان قد فات المستوردين لهم يعودوا بحاجة إلى عقود شهر مايو وبعض الخزانات هي مستأجرة يعني المؤجرين باسكين لمصلحتهم حتى لو كانت فاضية إذن حصلت مشكلة في عقود مايو خصوصا عقود النفط الصخر الأمريكي لأنه أغلى من بقية النفط في العالم من النفط العادي بسبب كل فات إنتاجه بينتجوه بشكل مكلف أكثر وهكذا تضررت شركات النفط الصخر الأمريكي أكثر من غيرها السبب الثاني للأزمة هو أزمة كورونا أزمة كورونا نفسها لأنها تسببت في ركود عالم تراجعت حركة التوريد في العالم تراجعت حركة الكطارات والشاحنات والسيارات التراجع هذا أدى إلى يعني تراجع في حاجة تم إلى النفط وسيؤدي مستقبلا إلى تراجع الطلب العالمي على النفط وصندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط حتى لو نفذت أوبك وروسيا اتفاق خفض الإنتاج في الشهر القادم يعني المعروض من النفط في السوق الموجود سيظل أكبر من الاحتياج بكثير لأنه أزمة كورونا هذه عطلت خففت استهلاك النفط السبب الثالث للأزمة كما يقول الخبراء ناتج عن امتلاء خزانات النفط كما قلنا حيث تبين بأن منتجية النفط في العالم ليس لديهم قدرة على استيعاب فائض الإنتاج وإنما يعتمدون على البيع المباشر ما عندهمش خزانات بيعتمدوا على البيع المباشر اللي ما ينتجوه من نفط وهذا دفع المنتجات دفع المنتجين إلى أن يتسابقوا على عرض ما لديهم من نفط للبيع بأي سعر لأن كلفة التخزين أصبحت أعلى من سعر كلفة النفط في السوق مش قادر يخزنهم مش قادر كلفته عالية جداً عدتكون فيبيع بلاش أفضل وهناك تكارير قالت أن بعض المنتجين اضطروا لاستعجار ناكلات نفط عملاكة في عرض البحر لاستخدامها كمخازن مؤقتة وهذه المخازن العملاكة العملاكة ذات كلفة بباغمة يعني مكلفة استعجرها في اليوم أو في الساعة بكذا مبلغ بكذا مليون وهناك مشكلة قد تنشأ كريباً بين السعودية والإدارة الأمريكية لأنه في ناكلة نفط أمريكية السعودية محملة بحوالي أربعين مليون برميل من النفط كانت متجهة إلى هي كريبة من السواحل الأمريكية الآن هناك مسؤولون أمريكيون قالوا أنه يعني في الأيام القليلة الماضية أنه أمريكا تفكر وتدرس وقف الشحنات السعودية من النفط الخام أو فرض رسوم جمهوركية على تلك الشحنات هذا سيزيد الأمور تعقيداً على السعودية التي تعطلت كثير من مواردها المالية هذا العام بسبب كورونا لا عدد معهم حج ولا عمرة ولا تجارة مقدسة ولا نفط الآن ومعهم حروب حروب في ليبيا حروب في اليمن حروب في كل مكان ومعهم واحد ولد مغامر يعني بيقود السفينة في عرض البحر مرة يصطمها في الجزيرة هذه ومرة في هذا الجبل الجليدي يعني الله يكون بعون السعوديين الشعب المسكين هذا ولذلك رأينا وزير المالية السعودي يوم الأربعاء الماضي يتوقع ارتفاع دين المملكة خلال العام 2020 إلى 220 مليار ريال السعودي الدين الداخلي بعد قرار استدانة بيئة مليار جديد لكن ماذا يعني أنه تحدث أزمة في المملكة السعودية هنا هذا هو بيض القصيد إذا حدثت أزمة في السعودية ما الذي يمكن أن يحدث لنا نحن كيمنيين وكعرب نشوف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست قال إنه في فترة ما بعد النفط سوف يفقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلطانه في بلاده على الناس ولكن انهيار الاقتصاد السعودي نذير شؤم على المنطقة بأسرها أيضا بالنسبة لنا لماذا؟ لأنه عدد من الدول العربية فقيرة مثل مصر والسودان واليمن وتونس تعتمد كثيرا على العائدات من مغتربية في السعودية ودول الخليج أي انهيار في السعودية ودول الخليج سيؤدي إلى انهيار لقطاع واسع في هذه المجتمعات وهذه هي الكارثة الحقيقية بالنسبة لنا كيمنيين والتي ينبغي أن نحسب حسابها من الآن نحن نتمنى سقوط هذا هذا النظام الطاغوتي لكن ليس على رؤوسنا السعودية دولة لم تعد آمنة كمصدر للرزق النظام السعودي بكي دائما حتى الآن لعدة أسباب منها حاجة أمريكا للنفط السعودي قديما هذا الاحتياج انتهى الآن بعد أن استخرجت أمريكا نفطها وأصبحت مصدرا للنفط ما عدت تحتاج السعودية ومن أسباب بقاء النظام السعودي الحفاظ على أمن إسرائيل من خلال توظيف نفوذ المملكة على العالم الإسلامي وقطاع المتدينين تحديدا في الفترة الماضية وهذا السبب أيضا لم يعد ذو أهمية بعد أن فقدت المملكة سلطتها الأخلاقية سلطتها الأخلاقية والشرعية على التيار الإسلامي السمي محمد بن سلمان أراد أن يعرف السعودية أراد أن يعرف السعودية كدولة علمانية لا كدولة إسلامية ومن ثم تغير التحالفاتها الإسلاميين لم يعودوا حلفاءها باستثناء السلفية الجامية المخابراتية هذه موضوعها ثاني وهذا سيفقد السعودية النفوذة التقليدي في المجتمعات الإسلامية وسيقلل من قيمتها المعنوية أمام العالم من ثم فتصبح غير آذات أهمية بالنسبة لأمن إسرائيل وخصوصا بعد ظهور اللاعب التركي واللاعب الإيراني في الساعة الإسلامية واللاعب التركي لاعب ذكي يحسب كل خطوة حساب بميزان الذهب هناك تغيرات بنيوية عميقة في العالم لا بد أن تتبعها تغيرات في البنى الإقليمية ولهذا أقول أن السعودية أصبحت مثل القنبلة الموقوتة ستنفجر يومما إذا انفجرت جزئيا أو كليا ستصل شضاياها إلى كل مكان في العالم طبعا دول الخليج تعول في المدى المتوسط على صناديق الثروة السيادية هذه الدول لديها فائض من المال يمكن أن يساعدها على عبور الأزمة إلى مدى معين ممكن يقطعه شوط بدون بيع بدون سوق نفط أو غاز لكن إلى متى هذا لن يكون أبديا ولا على البنى المتوسط العجيب أن صناديق الصناديق السيادية للإمارات والكويت وقطر أكبر من الصندوق السياد السعودي يعني فائض المال عند هذه الدول أكثر من فائض المال في السعودي أكبر صندوق ثروة السيادي سعودي هو صندوق الاستثمار العام يأتي في المرتبة الرقم 11 عالمية بعد صندوق أبوظبي للاستثمار على المستوى العربي وبعد صندوق الاستثمار الكويتي وصندوق الاستثمار الكطري عندما يتم ترتيب الصناديق السياسية حسب الدولة تأتي نظام الإمارات في المرتبة الأولى صندوق سيادي يصل القيمة إلى 1213 تريليون دولار ينفكها في الشر ينفكها في محاربة الشعوب المستضعفة ينفكها في محاربة الدين ثم تأتي الكويت بقيمة 522 مليار دولار والكويت هذه طبعا هي أول دولة سوت صندوق سيادي أول دولة عربية ويمكن في العالم الذي أنا متأكد منه أول دولة عربية في الخمسينيات سوت صندوق سيادي هي أول دولة عندها الآن أو ثاني دولة بعد الإمارات 522 مليار دولار ثم تأتي قطر بقيمة 328 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 320 مليار دولار مع أنه موارد السعودية المالية أكبر من موارد هذه الدول السعودية عندها النفط أكبر مصدر في العالم عندها الذهب عندها السياحة الدينية وعندها أشياء أخرى التفسير الوحيد لهذا التراجع هو الفساد والسياسات المنحرفة للملوك السعودية ولا بد أن يدفعوا ثمن ذلك لكن المشكلة أننا كلنا سندفع معهم هذا الثمن بسبب للأسف الشديد ارتباطنا بهذه النظمة الفاسدة ما ينبغي أن نهتم به الآن نحن اليمنيين هو مصيرنا صحيح أننا بلا دولة وبلا مؤسسات ولا نخبة تقودنا وصحيح أن وضعنا صعب بين خيارات كلها صعبة إما القبول بالإمامة أو البقاء في حالة نزيف مستمر لكن لا بد أن لكل مشكلة حل ما هو الحل أنا شخصيا لا أعرف وربما الجميع لا يعرف أعني ليس لدينا كلنا ليس لدينا خارطة وواضحة للحل لأن هذا متوقف على حجم المعطيات اللي عندنا ونحن ما عندنا مش معطيات كافية المعطيات موجودة عند القادة لكن لا بد من حل اللعبة الآن مكفلة لكن لدينا فرص محتملة بالطريقة غير مباشرة فرص تأتي من عالم الغيب أو من المستقبل الكريب إذا إذا صبر لدي شعور بأن العلم لدي شعور بأن العالم أو المنطقة ستشهد حرباً ستشهد حرباً خلال العامين القادمين هذه الحرب إذا وقعت كتغير المعادلة ونجد فرصتنا للحل هناك عدد كبير من المحللين الغربيين والعرب يتوقع حرب أمريكية على الصين في السنوات القادمة لماذا؟ لماذا يتوقعون ذلك؟ نحن قد قلنا هذا الكلام كثير لكن لماذا يتوقعون ذلك؟ يتوقعونه اعتماداً على مبدأ موجود عند المحللين مبدأ يقول أن حل الأزمات الدولية الكبرى لا يمكن أن يتم إلا بحرب كبيرة تغير الموازين يعني المحللين بيقولون من خلال دراستهم للتاريخ أنه كلما دخل العالم فيه أزمة كبيرة لا يخرج منها إلا عبر حرب مبدأ حل الأزمات بالحروب هذا هو اللي بيخليهم الآن يتوقعوا قيام حرب بين أمريكا والصين هناك أيضاً تكهنات بحرب أمريكية إيرانية نحن بنسجل في نهار رمضان فالتركيز مش عالي يعني يعذرونا بيتوقعوا أو فيه تكهنات بحرب أمريكية إيرانية ولو أنها أصبحت تكهنات ممجوجة يعني بنسمعها كل سنة لكن كل شيء وارد ممكن بسبب الظروف الاقتصادية الجديدة ممكن يحصل الأخبار تقول أنه ترامب توجه السفن الأمريكية بضرب أي كوارب إيرانية تكترب منها بعد حادث التحرش نفذتها كوارب إيرانية قبل أيام وقبل هذا نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا في 27 مارس الماضي قالت فيه أن البنتاجون أصدر خطة لضرب ميليشيا عراقية تابعة لإيران في منتصف الشهر الماضي بالرغم من أزمة كورونا أصدروا خطة ولكنها توقفت هذه الخطة الضربة بعد تحذيرات من تداعيات مثل هذه الضربات على أمريكا تداعياتها في ظل أزمة كورونا هذه التحذيرات أصدرها كادة كبار في وزارة الدفاع الأمريكي الأمريكية عموما أسباب الحرب ودواعيها ما زالت متوفرة في المنطقة وفي العالم بل إنها تزداد كل يوم بسبب زيادة الأزمات الدولية ومن المعروف أن الأزمات الدولية الكبيرة لا تحل إلا بحروف كبيرة كما قلت أسأل الله أن يخارجنا منهم كلهم ولعل مخرجنا نحن اليمنيين يأتي من أزمات الآخرين ربما وهذا مش جديد علينا سبق أن جربنا هذا الاحتمال من قبل في سنة 1990 كان العالم دول الخليج مشغولون باحتلال صدام للكويت والحرب الخليجية القادمة وكانت هذه الأزمة فرصة لنا لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية تفكك الاتحاد السوفيتي ضغط على القيادة في الجنوب للانتفاع صوب الوحدة وإنشغال السعودية عن اليمن هيئ الفرصة لاتفاك اليمنيين آنذاك كانت في أزمات هيئت لنا فرصة الوحدة آنذاك فلعل الأزمات الدولية والإقليمية تكون مخرج لنا نحن اليمنيين الآن ولدي شعور عميق كما قلت له أسباب دينية بأن هذا سيحدث خلال عامين من الآن طبعاً نحن لا نتمنى الحروب والأزمات لكن ماذا نفعل إذا كان العالم كالتحول إلى غابة مليئة بالوحوش نحن نبحث عن خلاصنا من هذه الوحوش ومن هذه المشاريع هذا حقنا يعني وصلنا لختام الحلقة نشكر متابعاتكم نلقاكم في الأسبوع الكادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر